هذا شيء من تشكين الحكومة بعد انتهاء الصراع على رئاسة الحكومة انطلقت صافرة صراع آخر على المناصب الوزارية وإذ لا تشبه الحقيقة ما يقال في الإعلام عن كل شيء في العراق لا ينفصل هذا المشهد عن سابقية من انتخابات أوصفت بالنزيهة ثم فندت النزاهة باتهامات التزوير بين أركانها أنفسهم ثم انتهت بإقالة المفوضية ثم برلمان قيل عنه بأنه سيكون طبيعيا بموالات ومعارضة إلى برلمان صفقات وأحزاب متصارعة مصولا إلى تشكيل حكومة بشعار التكنقراط لكن على الواقع حكومة محاصصة طائفية وحزبية بحتة استهلت الأحداث بمطالبة الكتل السياسية بوزارات ومناصب كاستحقاق انتخابي وهذا بحد ذاته يكشف حقيقة ما أشيع سابقا عن رفض الأحزاب السياسية تشكيل الحكومة الجديدة وفق مبدأ المحاصصة ثم دعا عادل عبد المهدي الأحزاب السياسية لتقديم مرشحيها ليختار واحدا من بين كل خمسة مرشحين فانشغلت الكتل بترتيب صفوفها لاستخراج أسماء غير مستهلكة بعد الكتلة النيابية لميليشيا بدر أكدت أن حصتها الوزارية تشمل وزارة الداخلية إضافة إلى وزارة خدمية أخرى ما يعكس صراعا محموما على المناصب قال عنه النائب محمد اللقاش إنه سيجعل الحكومة القادمة نسخة عن سابقاتها فجميع الأحزاب السياسية ترفض التخلي عن المحاصصة الحزبية كطريقة في إدارة الدولة ولحالة انقلاب المواقف المألوفة لساسة العراق باتت المناصب الوزارية لا تذهب إلا لشخصيات مضمونة الولاءات حتى وإن كان ضمانا خطيا حصرا كما كشفت صحيفة العرب الجديد التي نقلت عن قادة سياسيين قولهم إن هناك تعهدات يقدمها المرشحون للحقيبة الوزارية تتضمن توقيع المرشح على سكوك بمبالغ مالية ضخمة لضمان عدم تنصره من حزبه أو الكتلة التي رشحته في مشهد لا يسعف العراقيون لوصفه سوى قول الشاعر معروف الرصافي علم ودستور ومجلس أمة كل عن المعنى الصحيح محرف